جاء يوم خمسة أربعة و خمسة و ستة و سبعة الصبح يا دماعة احنا عندنا مواقع موجودة مثل نطورة على الجبهة ونتوصلها الكلام بسلك ميداني لغاية عندهم السلك ده بساعات بيقطع فاحنا مش عايزين وقف اطلاق النار يتم الساعة 12 بالليل لاحسا فيه مواقع مش هنلحن ووصلها البلاغ أما لا عايزين امتى يا دماعة عايزين و ساعة ستة الصبح اه ستة الصبح يوم ايه عشان انت الساعة دول تشتغلوا فيهم ايوا 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 انت جبت المفيد الساعة دول حصل فيهم ايه بقاة انتقل فيهم اتناشر كتيبة ثوريخ من على مسافة اربعين كيلو غرب القناة الى مسافة عشرة كيلو غرب القناة كم معدة و مركبة تحركت 862 مركبة اه على كم محور او كم طريق على طريق القاهرة السويس الصحراوي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي القاهرة الإسماعيلية الزراعي على ثلاث محاور احنا قولنا كم معدة حاجة حاجة ضخمة جدا من اخر ضوء هيروحوا على 12 موقع طيب في حاجة تاهت لا مفيش ففي كتيبة مبقتش جاهزة تانيوم لا مم احنا لا من الساعة ال六ة الصبح كانت 12 كتيبة على مسافة عشرة كيلو غرب القناة جاهزة لو عام الحاجة العدو ممممممممممممممممممممممممممد نبأ معتبر للحكاية. صحيح. دي الأساس اللي خلى العملية دي نجحة. مم. وبقينا جاهزين لعلى عشرة كيلو. مم. حصل إيه إسرائيل. إلحقونا. مصر خرقت وقفت لقنار. عشان تحرق. ده كان الشروط بتاعهم انه مفيش حاجة تتحق. آه. إلحقونا. مصر خرقت وقفت لقنار. مم. صمتهم تام وحدش تسأل فيهم. معللناش حاجة إحنا محدش. إحنا خدنا ست ساعتنا قالنا حاجتنا. فمحدش قال. وقال الله يحب المرسلين. آه. عادنا بقى إحنا نعمل إيه بقى ساعتها. آه. قاعدت القوات البرية بتعمل مكتة على النيل. عشان تتضرب على العبور. آه. تتضرب على العبور. عشان نبتدي نخش نحيارك. لحد ما وصلنا بقى لتلاتة وسبعية. يوجد فيه حاجة قبل تلاتة وسبعية. آه. فيه سباعتاشر. تمنتاشر. 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 فيه سبتامبر. آه. مسترياحة على الضفة الشرقية مش كده وإحنا في نار مولعة فينا في إيه في الضفة الغربية عايزين نحرر وفيه ضغط من الشعب بيقولك فين الحرب فيه جنود بقالها ست ستين مجندة ما خرجتش رديف برضو عايزين يعيشوا حياتهم يعيشوا حياتهم بقى الدنيا تتعدل بقى فطبعا كانت الدنيا طيب عايزين هنحارب هنحارب وفيه طيارات الستطلاع إسرائيلي بتعدي منفقنا لا أمريكا اديت طيارات الستطلاع إلكتروني لإسرائيل اسمها السراطو كروزر الطيارة دي هي بتعدي كل يوم جمعة بعد السراطات الجمعة ساعة اثنين تقريبا عشان الجو يكون صافي وتعمل عملية تصوير إلكتروني اللي تجابها كلها التصوير الإلكتروني ده بيعمل إيه؟ أي شعاع إلكتروني يطالع من عندنا يلقطوا يحللوا ويحولوا إلى خريطة إلكترونية خريطة ايه المواقع هنا في موقع ايه هنا في موقع ايه هنا في سم ايه هنا في بالشكل فالخيادة السلسية اللي تلزنه اه فتوقعها ده برضو بيبين أن كان في تسريب معلومات من الخبر الروس من اه عننا عننا أحد الكتائب اللي كانت طلع تعمل كمين كل ما تيجي تطلع كمين ومعهم الخبير الروسي يلاقي الطيارة غيرت بخط سره فقائد الكتيبة بزكاءه رح مكلم قائد اللي هو بتاعه وقاله من فضلك اعزم الخبير الروسي هو مبطن شوية بيحب الأكل اعزمه على الأكل في العشاء واحجزه عنده لغاية وما تحرك اه وكان دي حصلت كذا مرة برضو في كتاب أخرى فكانوا يقدموا الأكل أو يأخروا الأكل عشان ما يبقوش الروس معهم وهم شغالين ده مثلا ده وقع حقيقية قائد الكتيبة حتى اسمه محمد عبد الله بنعمة وحي واسألوه تمام فاتفق مع جورج مودي قائد اللي هو وجورج مودي عزم الخبير وقعدوا وصهروا عنده كاتب كتيبة تحركت وراحت لمكانك كامل فاصلت الطيارة فاصلت الطيارة طيارة جاد في مصارة طبيعي اه بالزبط وهو حلال عليه العشاء اه وحنا حلال عليه الطيارة مش مشكلة طيارة دي كان فيها 22 فني ماتوا بقى ماتوا 22 فني وسقط منهم واحد بس بالرشوت وفي مواقع روسية اتكلمت معاه وقالس الشهادة بتاعته وطلع على احد المجالات بتاعت الانجليزية نعم نعم وسائط الطيارة الاسراطو كروزر واسرائيل عملته نعم اشتركوا في القناة